تعالوا نروح على مجلس الوزراء اللي وافق على مشروع قانون بإنشاء إيه بقى الجهاز المصري للملكية الفكرية هيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد أخيراً أحمدك يا رب ده هيحصل بما يتفق مع الالتزامات بتاعة مصر الدولية ده تصلة مع العمل مع توظيف نظام الملكية الفكرية بصور بتضمن التوازن ما بين حماية الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقفية والتكنولوجية وبناء اقتصاد معرفي الخطوة دي يا جماعة بتيجي في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية واللي أطلقتها الدولة بعنوان 20-22-20-27 ده تم إطلاقه في سبتمبر اللي فد على طول اللي قبل الشهر اللي وراء تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي